السلام عليكم و مرحبا بكم في قناة دي دي صمودي هالنهار ان شاء الله هم تحتو على واحد ثلاثة الأشياء اللي كتجعل أونثى الأرنب ما كتولدش أول حاجة ممكن أنه تجعل الأونثى دي الأرنب ما تولدش وهو وجود الفئران وجود الفئران إما في القفص أو في المكان اللي كينين فيه الأرنب خاصكم تعرفوا باللي وجود الفئران في المكان أين كان بنوع دياله إما الفئرس الكبير أو الفئرس الصغير اسموك يوقع اللي كيوقع هو أنه الأرنب بالطبيعة دياله أنه حساس وحساس بزاف بزاف وكيخاف وخواف بزاف واحد درجة ما كتتصوروهاش هو يخاف من أي حاجة يعني غي غي لا تبدل عليه الإنسان لمرافقه ديما كيخاف حرك عد الفئران الفئران مني كتكون في البلاسة اللي فيها الأرنب اسموك يوقع وجود ديالها فهو بمثابة ضاجيج وعدم استقرار بالنسبة للأنانيب اسموك تلقى الأمهات كترمي الصغار ديالها قبل وقت الولادة إذن اسموك سننذيرو خسنا وفي الحقيقة نهضرو علا علاش بعدها كينين الفئران كيكونو في حدا الأرنب السبب هو وجود الأكل ديال الأرنب لأن الفئران اسموك كتبري كتبري الخبز جاف بعدها شحان اختراكنا هدرع الخبز جاف مفيد الأرنب ولكن منين كيشوفوه الفئران انتجامعوا مثلا في حلبانيو وهما واحد الخنشة والله منين كيلقاو كيمشيو له كيبقاو انهم يمشيو لهذاك الماكلة دياله وعوتيني كينات الفئران كيبغو تا السكارين ديال الأرنب كتلقاو متاق بين الخنشة وكتلقاو هم كيبغو يياكلوا منها يعني السكارين ديال الأرنب تهوك يبغيه الفئران إذن أول حاجة خصنا نقوم بها وهي إبعاد هدل الأكل عن مكان وتخصيص واحد المكان ديالك تخزين ديال الأكل دياله خاص محد المكان بش تخليه مع القفاص ديال الأكل زي ما بش يجيكم قريب لا حيدوه خليوا خليوا البراسة ديال الأكل مثلا شي خنشة فيها السكارين ولا شي حاجة ديال الخبز كارم ولا حطوه في واحد جيها بوحد وما تخليوش مع الأرنب ثاني حاجة خصكم تديروها في الحقيقة وهي تخلص من الفئران طريقة معروفة إما مصيدة من صيادة اللي كيديروها اللي كيبنيوها لهم أو ديالك اللسقاء الخاصة ديالك يلسقوا بها الفئران أنا اللي بغيت نتكلم عليه وهو ما تديروش هدوك المواد السامة مثلا واحد الغبراء كيديروها على حسب الأرنب لأنه ممكن أنها ضرحت الأرنب هذا من جهة أما السبب الثاني وهو اللي يمكن يجعل الأنثى ما تتولدش وهو السمنة السمنة رغم التلقيح ديالها من الذكر لأن السمنة سمو كدير السمنة هي عبارة عن عاش عبارة عن شوحوم متراكمة في المابيد في المابيد كتتراكم في المابيد سمو كيوقع أنه دكس شوحوم اللي كتكون متراكمة من كتخليش السائل المناوي أنه يوصل المنطقة اللي غادي يحدث فيها الحمل يعني كيبقى غير الأبراء بالتالي ما كيحدثش الحمل فكم من المربين كيبدلوا الذكر ظنن منهم أن المشكل كان في الذكر فكيوقعوا في واحد الحيرة كيبقى يقولوا يكما الذكر هو اللي فيه المشكل كي نشوف الذكر على الأواله هو يرى المشكل كان فسمنة لأدات السائل المناوي وما يوصلش للمنطقة ديال المابيد هذا من جهة أخرى كي نعودتني واحد السبب أخر وهو السبب الثالث وهو وجود خلل في الهورمونات عند الأنثى كتكون هي من صغره هي في هذه المشكلة بحيث توجد بعض الحالات كتجعل الأنثى ديال الألانيب ما كتولدش رغم وصول هذا السن ديال البولوغ يعني 6 شهر الفوق ورغم الحجم ديالها المتوازن كتقوله صافي ديال الحجم ديالها ميمكنش صافي غادي تولد ورغم تلقيح ديالها من الضاكرة فإنها ما كتولدش علاش؟ لأن هناك وجود خلل إما كيكون وراثي أو خلقي إما الدياع عند أمها أو كيكون خلقي مزيود فيها هكاك ما كتولدش واسمه السبب هو كيكون نقص ديال واحد الهورمون سميته التستستيرون هورمون التستستيرون فهذه الحالات ما خصنا نديره مش هنقوم نتفرجو فيها ونخليوها تاكل الماكلة هنتم ما تقولين خسرانا؟ خصنا نتخلصوا منها وذلك إذا تلقحت ثلاثة المرات متابعة إليش بتقولها ثلاثة المرات ثلاثة 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 شهر وإياك تتلقح كل شهر وما كتولدش عرفوا راكين تم مايا شي خالل كين خالل ما كينش الحمل صفي ما خصش نخليوها مع القاطع علاش؟ لأنها غادي تخسر المربي لأنها كتتاكل مقياس يومي ديالها من السيكالي وفي نفس الوقت خسنا نستنفعوا منها بكيفاش نستنفعوا منها خسا تولد ولما كانش كتولد إذا المكان المخصص لها ممكن أن خسنا نحيدوها ونعوضوها بوحد الأنثة أخرى اللي كتولد اللي ولادة نحن نقولو الأنثة ولادة إذا في حقيقة من المستحسن أنكم تسمنوها وتبيعوها على أساس الوزن ولكن ماشي على أساس الكسيبة باش ما يوقعش المشكل المربي آخر إذا هذه الحلقة ديالنا ديال هاد النهار حلقة مفيدة الناس اللي ما زال ما شاركوش معنا يشاركو معنا تكيو على زر جام باش تسندونا كمشكركم على التعليق طيبة ديالكم تكيو على زر الجرس كي يصلكم جديد يا لي إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبلة اشتركوا في القناة